حول طريقة الشراكة مع الشركات الأجنبية أكد شربيني أن الوزارة ستتيح لها التقدم للشراء من خلال منصة إلكترونية بالعملة الصعبة المدبرة من الخارج وبخصوص الشركات المصرية سوف يكون التعامل بالجنيه المصري العلية الخاصة بالشركات الأجنبية أو الشركات المصرية الأجنبية وتحديدا الشركات دي هيبقى يتاح لها من الخارج أن هي تتقدم على منصة إلكترونية خاصة بيها بحيث أن هم يشتروا بالعملة الصعبة الحقيقي متدبرة من بره تمام؟ دي نقطة مهمة جدا وبالتلات أليات الرئيسية دول إحنا بنستوعب كل المطورين سواء داخل مصر أو سواء خارج مصر